نهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين خلوا اللي يضحك يضحك وخلوا اللي يقول يقول وأنا الحقيقة لو كنت يعني كنت متحمس شوية في المقدمة ولكن لأنه ده إحساسي الداخلي كرة القدم لا يوجد بها ثقر ولكن يوجد بها ثقر رياضي بمعنى أن أنا مش عايزة أعمل حاجة برا الملعب أنا عايزة أكسب في الملعب هو ده اللي أنا عايزه خلال الفترة القادمة وبمناسبة أننا عادنا ندور لغاية لما لقينا برضو الموضوع ده لأن أنا كنت بقول لحضراتكم إيه إن كل اللاعبين نفسهم يلعبوا سانداونز فكان هناك لقاء لمحمد الشناوي حارس مرمى ونجم النادي الأهلي مع كابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق ونجم منتخابنا الوطن السابق في قناة ON TV خلينا نطلع نشوف محمد الشناوي قال إيه ورده كان إيه عندما سئل عن إذا كنت عايز تلعب سانداونز مرة تانية أو لا سانداونز تاني؟ ياريت ياريت هاني أهلي كده ياريت نكيد طب نفسي نحنا اللي عملناه هنا في مصر يعني طلعنا نصر لجوانا بس بيعنا نجي 8 جوان بس نفيش توفيق بس ده نصر لجوان عايزين نلعب وتاني وعايزين نكسابه هناك على ملعب ونسكسابه إن شاء الله هناك هناك على أسان ده أنا بس حبيت أن أنا ورئي لحضراتكم نحنا لا نقصد شيء في هذا الموضوع كل اللي نحنا عايزينه إنه عندنا هدف بعيد الأول أو الهدف القريب اللي هو إنه إن شاء الله نصعد إلى دور الأربعة ولكن الهدف البعيد أو الهدف اللي هو الأسمى بالنسبة لنا هو إنه إن شاء الله نفوز بهذه البطولة خلوني أرحب به دكتور أحمد ثابت